انطلب مني كتير طريقة عمل فيديوهات وايت بورد او الصبورة البيضة بطريقة سهلة فلاقيت طريقة سهلة جدا وحبيت اجربها معكم وان شاء الله تعملوا بيها نتائج رائعة. يلا بينا. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة فعز الجرز علشان تشوف كل فيديوهاتنا القديمة وتشوف الفيديوهات الجديدة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تضس لايك وتكتب لنا رأيك في تعليق. النهاردة هنستخدم مع بعض موقع كنفا. موقع كنفا بتقدر انت تستخدمه من خلال اللابتوب او من خلال الموبايل سواء على تطبيق على موبايل او من المتصفح على اللابتوب او على اي كمبيوتر يعني. بعد ما تدخل على كنفا في الصفحة الرئيسية اول خطوة هنعملها هنروح على الفيديوهات. من الفيديوهات هنختار حاجة اسمها فيديو. ده بيبقى البعد بتاعها جاهزه. طبعا تقدر تختار اي فيديو او اي يعني اه ابعد انت عايزه. انا مسلا هختار بعد الف وتسعمائة وعشرين في الف وتمانين. لان ده طبعا هيكون مناسب للصبورة. ما ينفعش الصبورة تكون مستطيلة كده. الا ازا كنت انت عندك فكرة جديدة. وانا بحب التنوع في الافكار. فهضغط عليها بالشكل ده عشان افتح صفحة جديدة هيفتح لي فيها الابعاد بتاعتي او هيفتح لي صفحة العمل اللي انا هشتغل فيها. الموضوع بالنسبة الكنفا احترافي كنفا بيتوفر لك كل الادوات اللي ممكن تساعدك في انجاز المهام بتاعتك. فبصراحة هتيق بقى الشغل عليها سهل جدا. انا دلوقتي اتفتح عندي هنا الصفحة دي. الصفحة دي طبعا عبارة عن فيديو. فانت اي حاجة هضيفها هنا تقدر تحاولها الفيديو. لكن في نفس الوقت اقدر اتحكم في ان انا ممكن احمل الشغل بتاعي ما يبقاش فيديو. ممكن يبقى صورة. ممكن اتحكم فيه زي ما انا عاوز. وده فعلا اللي احنا هنعمل دلوقتي. ان انا ازا كنت حتى فتح صفحة الفيديو بالشكل ده لكن انا هتعامل معها كأنها صورة عشان اقدر اضيف الشغل بتاعي. بعد ما تفتح معك بالشكل ده عندك هنا حاجة اسمها العناصر او لو انت فتح بانجليزي هتبقى موجود عندك على الشمال اسمها هتروح على العناصر وهنا طبعا عندك فيه مربع البحث اللي هتكتب فيه اي حاجة انت عايزها. انا مسلا عايز اعمل اي شكل بسيط هتلاحظ طبعا ان انا هنا واقف على اول حاجة اول مقطع معي او اول صفحة وهي صفحة بيضة طبعا قدر اضيفها اللي انا عايزه. في حاجة هنا هكتب الصبورة البيضة. مسلا هكتب الصبورة البيضة بالشكل ده عشان يزهر لي اه اي صبورة قدر اضيفها للتصميم بتاعي. اول ما يفتح معك هنا دايما نعود نفسك لما تيجي تختار اه مسلا تصاميم اختار افضل حاجة تصاميم الجرافيك يجيب لك تصميم كويسة هتقدر تستفيد منها في ان انت تعمل شغل احترافك. هنا في البحث بدأ ان هو يجيب لي بقى هنا اكتر من شيء. طبعا تختار الشيء المناسب زي ما تحب جايب لك حاجات كتير. مسلا على حسب البحث اللي انت هتبحث عن. ممكن اختار لو صبورة بيضة ممكن اختار الصبورة دي. لكن انا حابب اغير في حاجة كده اختار مسلا دي عجباني. هجيبها هنا واحطها هنا مسلا كده في النص بالشكل ده. اقدر اعمل على تعديل اقدر اروح على النص. لو حابب اكتب على اي شيء هكتب اضافة عنوان او ممكن اضف اضافة مربع نص طبعا هيضف للمربع وقت في اللي انا عايزه. فاجي هنا هكتب الصبورة البيضاء بالشكل ده. كعنوان طبعا تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. انا بس عايز اوصل لك الفكر. وهاخد بعد كده النص بتاعه حطه هنا كده. عايز اعدل عليه في عندي هنا الخط ممكن اكبره مسلا لحد تسسة وتسعين او اقل زي ما انت حابب. اقدر اتحكم فيه بشكل اه ايا كانت الطريقة. بالشكل ده. هنا طبعا تقدر تنقله من المكان للتاني. انا اقدر اجيبه كده. اللون طبعا عايزة اخليه ابيض فهروح على حرف الاي اللي عنده الوان ده واقول له انا عايز اللون ابيض بالشكل. عايز بي اضيف اي حاجات للصورة. طبعا الخلفية هتبقى بيضة لان احنا بنعمل فلازم الخلفية تكون بيضة. لا جدالة في هذا. حابب برضو اعمل عنصر تاني. فممكن مسلا اجي هنا وقول له انا عايز اه مدرس. اه ممكن او مسلا عايز الشخصية مميزة. فممكن اقول له اينشتاين. واكتب اينشتاين كده برضو بالشكل ده. هيتبقى ازهار لهنا اه حاجات كتيرة جدا وحاجات تعليمية كتير ممكن اضافها. عندك هنا شخصية زي اينشتاين. ممكن اضيف على دي. هتبقى لايقة اكتر. واجبه هنا كده. ممكن اخليه بقواف معايا كده بالشكل ده. يبقى حجمه كبير شوية هتحكم فيه زي ما انا عاوز. ممكن اصلا اصغر الصبورة بتاعتك كده شوية لو انا حابب بالشكل ده. وهنا الاسم زي ما هو ازبطه. عندك كمان حابب تضيف اي شيء زي كده مثلا. في حاجات زي كده ممكن نضيفها لو ازا كانت ظهرت معاك في تصميم. ممكن نضيفها كده. آآ برضو ممكن نضيف آآ حاجة زي كده نضيفها هنا كده في الخلفية. ممكن نخليها مثلا اه بتاعتها قليلة فباجي هنا على شوية. ممكن نخليها حاجة شبه كده بس تبقى ظهرة معايا في الخلفية. وحاجات كتير ممكن نضبطها. حابب اجيب مثلا تربية دي. احطها مثلا على الصبورة. ممكن اجي كده اضيفها على الصبورة. ممكن اجيب برضو حاجة زي كده. واحطها هنا كده. يعني شغل كتير ممكن نعمله. التحكم في الطبقات طبعا متاح ان انت تتحكم في الطبقات بتاعتك. بس هي طبعا يدينا هنا لحد الان كله تمام. هنا برضو عندك حاجة اسمها الوضع. بيقدر يتحكم لك في الطبقات والكلام ده كله لو انت حابب تتحكم فيه. طيب اجيب بعد كده ارجع تاني للعناصر وعايز اجيب اضيف حاجة كمان للصورة بتاعتي. هقول له مسلا انا عايز تلميز او تلميز اه ايان كده. هروح برضو على تصميم جرافيك بيجيب لي الحاجات تكون افضل شوية. ممكن ان انا اه ادور لحد ما لاقي حاجة مناسبة. اعجبتك حاجة هتختارها. فحينا مسلا عندي طفل زي ده عجبني. هجيبه كده. ما ينفعش دي بقى مقلوبة. فعايز استعادل للصورة. فبروح على حاجة اسمها اعكاس. وبعمل العنكاس وفوكل. فهيبقى معي بالشكل ده. ممكن اصغر الحجم بتاعه شوية. بيبقى ظاهر معي بالشكل ده. نفس المستوى ده. كده انا مسلا عملت اي شغل. طبعا انت ممكن تعمل شغل حسن مني. لان انت ممكن تبقى فاهم اكتر هتعمل ايه. عايز اعمل صفحة تانية فبروح على اضافة صفحة. بحيس ازا كان الفيديو هيبقى ماشي وارا بعده. هنا انت حابب تضيف اي شي تاني. اي تفاصيل انت عايز تعملها ان انا لو هضيف مسلا تلاميس زي كده. ممكن برضو اضيف حاجة زي كده. لو عايز اعمل حاجة زي كده. ممكن تبقى معي بالشكل ده. ممكن اضيف مدرس يبقى معي هنا كده برضو بالشكل ده حاجة حلوة وبرضو ممكن اي شي قلم بالشكل ده. تفاصيل كتير ممكن تضيفها تكتب زي ما انت حابب للصورة. اصبح عندي هنا في صورتين ممكن يتعاملوا معاك فيديو. ولكن في خطوة كمان هنعملها ان انا بعد ما بعمل التصميمات بتاعتي بروح اعملها اصلا دون لود. فبروح على حاجة اسمها مشاركة او شير. وبروح من مشاركة بعمل حاجة اسمها تنزيل. وبروح على الفيديو دي بضغط عليها واختار صغط وبعد كده بعمل جميع الصفحات اللي انا عملتها ايا كان بعض الصفحات انت عايز تعمل عشرين صفحة هتعمل في كل مرة اضافة صفحة بعد كده هعمل تنزيل بعد ما عمل تنزيل هيحمل الصور عندي على الجهاز بتاعي عشان بعد كده هنيجع الخطوة المهمة ان انا بعد ما اسست بتاعتي بقدر بعد كده ان انا ازبطها وحاولها بقى الفيديو. الجميل في في ان هو بينجزك من الادوات اللي موجودة عنده في العناصر بتاعته ان انت تعمل شغل كويش وسريع وانعرف ان انت ممكن نزوءك يبقى احسن كتير من الشغل اللي انا عامله. هنيجي بعد كده الخطوة المهمة ان انت في نفس المكان اللي انت فيه ده ممكن تبدأ من اولو جديد عادي. وانا حابب ان انا ابدأ من اولو جديد. ايه المشكلة? هروح على الفيديو تاني اهو بالشكل ده. وافتح صفحة جديدة. فيه ناس بتستمر في نفس الصفحة اللي هي فيها لانا عايز ابدأ معك من اولو جديد بعد ما زبطنا الشغل بتاعنا. هروح على حاجة اسمها تطبيقات. هروح على البحس. وهكتب في البحس حاجة اسمها. انا لسه هكتب فظاهر عندي كزا حاجة. هيظهر عندك حاجة اسمها وحاجة اسمها فيه ناس شرحت ولكن الاسر انا جرب ما جربتها ما اشتغلتش معايا. اه لكن بيبدأ بطالب يعني اشتراك في الموقع. لكن في حاجة اسمها ودي ايه اللي هتضغط عليه. انا هضغط على بالشكل ده. هيفتح معاك هنا كل الحاجات اللي موجودة اصل. الناس استخدمت هي حلوة كويسة جدا ولكن ما اشتغلتش اشتغلتش لان هو بيطلب اشتراك بفلوس ولكن هنا هو ده اللي انا هشتغل عليه. هضغط على بالشكل ده. هيحمل معنا هي هنا ويقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها. فهحمل صورة واحدة فقط. اشتغل عليها وبعد كده اضيف الصورة التانية. هضغط على وهروح احمل هنا الملف بتاعي اللي نزل. الملف هنا بينزل مضغوط فلازم تفك الضغط بتاعه ولان بيبقى فيه كزا صورة. فبتعمل وبعد كده هيزهر عندك في الصبورة البيضة الرسمات بتاعتك. ودي اللي هنرجع لها تاني لما هندخل بقى على الموقع. هنا طلب طبعا الصور فهدخل هنا على المكان اللي فيه الصور. واختر اول صورة بالشكل ده انا عمل. بعد ما هتظهر عندك هنا بقول لك انت عايز تعمل في كام ثانية هقول له مسلا تلات ثواني. دي خاصة باللون تلوين نفسه برضه هقول له تلات ثواني. يبقى كده معي كام هيبقى ستة ثواني ممكن تقالل زي ما انت حبيب. هسيبها زي ما كده ونجرب سوا. كل حاجة زي ما هي على هذا الوضع ما فيش اداات كتير وهتضغط على هيبدأ دلوقتي عملية تحويل او للصورة بتاعتك يلونها لك بالشكل بالشكل ده. اول ما يخلص هتضغط على فهتنضف عندك في بتاعك هنا. بعد ما تنضف وتقدر تعدل عليها باي شكل انت محتاجه. بمعنى ان هو هنا جاي صغير شوية فانت عايز تكبره فهتيجي هنا تتحكم فيه بالشكل اللي انت عايزه. هزبط الفيديو واكبره كده. هيبقى معي ما فيش اي مشكلة. وتبدأ تاني من الاول وجديد. هتضغط كده على تشغيل. هيبدأ ان هو يزبط معك هنا اول حاجة بيرسم بالرصاص وبعد كده بيلول. هتلاقي كل المدة استهليجت معك ستة ثواني. طيب عايز اعمل صورة تانية فهروح على اضافة صفحة. اقف على الصفحة الجديدة. وارجع تاني جو باك. واروح احمل الصورة التانية. هعمل ديات مسح. واختار شوز فايل. اختار الصورة التانية. واعمل وبعد كده اختار المدة اللي انا عايزها. ممكن اتحكم في المدة. وبعد كده اضغط على نفس الطريقة هيعمل معي الصورة بالشكل. وهدوس تاني بعد ما يخلص على هينضاف عندي هنا بالشكل. هتحكم بقى في الفيديو ان انا اضبط الابعاد بتاعته. واكبرها كده. وبعد كده خلاص اصبح عندي الفيديو هين بتوعي. اقدر ان انا اتحكم فيهم زي ما انا عايز. هسيب كل الحاجة زي ما هي طبعا. مجل شغل بقى من البداية هيشتغل معايا كده. جاملة جدا طبعا انت عايز تضيف صوت هتضيف. تضيف شرح هتضيف. زي ما انت حابب. وطبعا البرنامج بوفر لك كل الامكانيات المتاحة. عشان بتعمل ده كل. خلاص خلصت الفيديو بتاعي فهضغط على مشاركة. وبعد ما ضغط على مشاركة هروح اختار هنا تنزيل. مهم جدا ان انا اختار النوع الفيديو. تنسيق الصفحتين مع بعض. واضغط على تنزيل. عشان يبدأ معايا خلاص الفيديو جاهز. ان انا استخدمه بشكل عادي جدا. وده كان موضوع حالية النهاردة. اتمنى تكون عجبتك الحلقة. لو استفدتم الحلقة متساش تشترك في القناة وفعل الجرس. عشان شوفكم الفيديوهاتنا. ولو عجبك الفيديو يعني تسيب لنا رأيك في تعليق. وفي النهاية السلام عليكم.